وصلنا لما ساحتنا الأخيرة من صباحنا غير واحد تكون معالم التغذية كثير من الأشخاص بيحاولوا يخفضوا وزنوا ويعانوا من الوزن الزائد رغم أنه رشا بيمانسوا الرياضة وأكلوا نوعا ما منتظم عشان هيك منلاقيهم وكثير دارج لموضوع تكميم المعدي هلا أكيد هذا الموضوع له سلبيات وإيجابيات واليوم المفروض المريض مثل ما منقول هيك بالعامية عد للعشرة قبل ما يروح لهذا الإجراء لأنه أكيد له مضاعفات وشفنا حالات من الواقع شو ممكن يصير وأيضا اليوم الطبيب مفروض يقدم النصيحة المهمة مثل ما بتقولي الذهبية لمرضى بهذا الإجراء أن كان صح أو غلط صحيحة شفنا الأمانة بالمحيط في تجارب حلوة كانت وتجارب رجعوا مثل ما كانوا ويمكن في ناس رجعوا أكثر من الوزن اللي كانوا موجودين فيه رح نحكي أكثر عن عمليات تكميم المعدي شو الإيجابيات شو السلبيات تمين الأشخاص اللي ما لازم أبدا يقدموا على هاي الخطوة وأكيد هاي التفاصيل رح نحكيها مع الدكتورة دعاء الخطيب وهي ماجستير في علوم الصحية واختصاصية التغذية سعد صباحك سعد صباحك حلو الطاقة هيك والخضار سعد صباحك الهايبر اكتف أهلا وسهلا الدكتورة سعد صباحك يوم عم نحكي عن إجراء طبي وتجميلي بنفس الوقت واشطرنا نشوف اليوم المرضى يعني صارت موضة واشطرنا نشوف صيحة بعالم الجمال هو تكميم أو قص المعدي اليوم نحنا بدنا نميز هل هنه نفس الشي تكميم المعدي وقص المعدي أو في اختلاف هلا سواء عملية التكميم أو عملية القص هنه وجهين لعملة واحدة هنه كاسلوب وتكنيك نفس الاسلوب بس تختلف التسمية حسب الإجراء اللي بدوا يتخذوا الطبيب سواء تكميم دائما هلأ هي دارجة وخاصة هون عندنا بالبلد إنه بعض الأشخاص اللي هنه ما عندهم جلادة بإنه هنه يتبعوا أنظمة غزائية أو يمارسوا رياضة فبيجوا لعندك بيقولوا لك أنا بدي حل سريع لحتى أنا أخسر وزني فهنه دائما بيروحوا على شيء اسمه تكميم واللي هو نفسه قص المعدي شو هي التكميم؟ يعني خلينا نبسط أكتر بالمعلومة هلأ التكميم هو إنه إحنا عم نشيل من 70 إلى 80% من حجم المعدة الأساسي قص قص فإحنا بيظل حجم المعدة عنا عبارة عن شكل بيشبه الأنبوب بيوصل بين المري وبين الأمعاء الدقيقة فبصير إحنا عنا هذا الحجم اللي صغير من المعدة قلت فيه كمية الأكل اللي بنا نتناولها سبب لأنه الشخص كان يعود يعكل كميات كبيرة بلسبب حجم المعدة اللي كان قبل موجود وإجا شخص بعمل جراحي الداخل اللي يشلك من 70 إلى 80% من حجم المعدة اللي يصفي حجم المعدة كتير صغير لما قل عنا حجم المعدة بالتالي بدو يقل عنا كمية الطعام المتناولة بس قلت كمية الأكل بالتالي بنا نفقد الوزن عن طريق قلة السعرات اللي صارت تفوت لجسمنا والتكنيك الثاني اللي بيشتغل عليه أو مبدأ التكميم إحنا عنا دائما من 70 إلى 90% من الهرمون اللي هو هرمون الجوة بنفرز من المعدة فإحنا عنا قل حجم المعدة فقل عنا شعورنا بالجوع وبهذا الشيء بتكون كمية الأكل اللي احنا عملتنا لها كمان قليلة وبالتالي بدو يكون في عنا خسارة بالوزن هلأ اليوم نحنا بأول معلومة تكميم والأس هلأ نفس الواحد طيب ننتقل للمعلومة الثانية شو أيمت نحنا بنلجأ لتكميم المعدة يعني شو هو الوزن المسموح في زائد عنا وعلى أثره نحنا بنروح لموضوع تكميم المعدة هلأ كتير من الأشخاص بيجوا لعندك لتلك بالمقدمة أنه هنا ما عندهم جلادة لحتى يتبعوا أنظمة غزائية فأنا دائما الطبيب اللي هو بدو يلجأ للتكميم لازم ينصح هذا الشخص اللي هو بدو يلجأ للعملية أول شغلة بدو يكون إحنا عنا فيه شي اسمه بي أم آي بي أم آي هو مؤشر كتلة الجسم هذا الرقم من أسم فيه الوزن عم يربع طولنا بيطلع عنا رقم إذا كان هذا الرقم أربعين أو يساوي فهذا الشخص بيعاني من بدانة مفرطة فهدلول الأشخاص بعد ما تتبعوا أنظمة غزائية ومارسوا رياضة وما قدروا يوصلوا للوزن اللي بدون يعه فممكن يعملوا عملية التكميم بالإضافة كمان للأشخاص اللي مؤشر كتلة جسمهم من 30 ل35 بس عندهم أمراض سبب هاي الأمراض هي البدانة كالسكر، ارتفاع الضغط، أمراض القلب وغير من الأمراض المرتبطة بالبدانة كأنقطاع النفس بوقت النوم فكمان هدلول ممكن يعملوا عملية تكميم كمان في عندنا كثير من الأطفال أو المراهقين عندهم بدانة مرضية تبعوا أنظمة ورياضة وما قدروا يوصلوا لوزن معين ممكن كمان يعملوا تكميم معنات اليوم نحن ما في عمر كون تذكرتي أطفال نحن ممكن اليوم نعرض الطفل لعملية تكميم؟ هلأ الأعمار للبالغين من 18 لل65 سنة وممكن فوق 65 سنة أنه يلجأ للعمل الجراحي بحيث قادر هذا الشخص أنه يتعرض للعمل الجراحي وهي الحالة بحددها الطبيب أما بالنسبة للأطفال بين عمر الثلاثة عشر للثمانتاش ممكن أنه إحنا يعملوا عملية التكميم وبدي أذكر الشغلة أنه لو عملوا عملية التكميم موضوع النمو سواء الطول والوزن ما بيتأثر بهذه العملية بيظل فيه تطور بالنمو عم نحكي اليوم عن عمل الجراحي هو رغم كل بساطة الكلمة عم نقول تكميم وأسمع دي ولكن فيه محذورات ومخاطر كتير خلنحكي بداية عن المضاعفات اللي ممكن تصير بعد العمل الجراحي واليوم ممكن تزيد عند إناث إلا عند الذكور والعكس صحيح الآن ذكرتي ببداية الحديث أنه هو عمل جراحي فإنحنا دائما لما نقول عمل جراحي فإنحنا في عنا تكملة للموضوع أنا ما همي أني أخسر وزني بشكل سريع وبعدين أنا عاني من الإجراءات اللي هي بعد العمل الجراحي فهلأ المضاعفات بتتشابه بين الذكور والإناث اللي ممكن يعانوا من نزوف شديدة ممكن يعانوا من بعض الإصابات بالتنفس مشاكل بالرئة ممكن يعانوا كمان من تسربات من حواف المعدة المقطوعة ممكن يعانوا كمان من مشاكل أثناء التخدير اللي بدون يلجأوا لها أو يتعرضوا لها أما في بعض المضاعفات بتخص النساء أو بتسيب النساء أكتر من الرجال مثل عنا تساقط الشعر بسبب فقطان عدد كبير من المغزيات تراهل الجلد بسبب خسارة الوزن اللي عم بتكون كتير كبيرة ففيما بعد رح سير في عنا تراهل بالجلد وبعدين رح يتعرضوا لشيء اسمه شد جلد وشيء اسمه ليزر اللي يروحوا ندوب الجرح إذا كانت العملية عن طريق شق بطن عادي أما بالنسبة غير اضطرابات النفسية اللي بتسيبهم بسبب كمية الأكل اللي صارت قليلة بمعدل لقمة أو لقمتين وجبتهم بالضطسير هاي عند النساء المضاعفات وعند الرجال طبعا نحن بنعرف إنه فجأة كمية الأكل اللي بتناولوها الرجال وسعراتهم الحرارية بتكون أكتر من النساء ففجأة الكمية الأكل فهنا بيعانوا من شيء اسمه اضطرابات نفسية بموضوع كمية الأكل القليلة أكتر من النساء ما بيقدروا يتحملوا هذا الموضوع بالإضافة للمشكلة الإنتانية اللي ممكن تصير بسبب القسطرة خلينا كونوا عم نحكي بأساتنا بموضوع المضاعفات نلاقي بعض الأشخاص اللي ما عندهم هذا الوزن الكتير كبير اللي هنون منستة العشرة كيلو بيروحوا لعند الدكتور دكتور بيرفض يسوي لهم العملية شو السبب يعني شو وان الخطورة بتكون إنه أجسامهم ما بتستحمل العمل الجراحي ولا بيخافوا كتير من موضوع نزول الوزن اللي يصير أكتر من حضو الطبيعي هلا دائما دائما أنه أنت لما تأقدمي على أي عمل جراحي فيه شي اسمه شروط هاي الشروط يا بتناسبك يا ما بتناسبك والطبيب اللي هو عم بشتغل بضمير كان وضعك ما بتنطبق عليك شروط عملية التكميم فنصيحة أنه هو يمشي بموضوع نزام غذائي يحسن موضوع أكله يحاول ياكل الأكل الصحي بالإضافة لأي نشاق بفوته ضمن برنامجه اليومي وهيك بيكون خسر الوزن بدون ما يتعرض لعمل جراحي ومشاكل فيما بعد الاحتراف وأمدى الحياة هلا اليوم أكيد ستي كيلو وما أنا مستاهل اليوم المريض يعرض حاله لعمل جراحي يعني فيه أشخاص رشب يفكروا يزيد وزنهم يعني يقول استصعبوا ومناسبة أنه بنرجع للموضوع الضميريا فإحنا أنا بصدفة قبلت بنت أنه هي جاي تعمل تحاليل بدي تعمل عملية تكميم فأنا قلت لأنه هي تحاليل عمليات لأي أنا بدي أعمل عملية تكميم أين عندها زيادة وزن كم؟ الصبية عمري 26 سنة وزنها 112 هي بتقلك أني أنا ما جربت أعمل دايت بس أنا فكرة الدايت بحد ذاتها بتعملي توتر نفسي فكرة أني أنا أضبط شو أكي أضبط هي عند أولاد صغار أني أنا شوف أولادي عم يعكلوا الفاست فود واجبات الهمبورغير الشعور أنا ما بقدر أتحمل هيك فأنا قلت لها نصيحة يوجه الله قبل ما تقدمي على العملية حاولي تعطي لحالك فرصة لأنه هي غير التكلفة المادية وغير التكلفة النفسية اللي يدفع الإنسان مدى الحياة أنك تجربة بنظام دايت بلشت معا أنا لمدة خمسة شهور طبعا هلأ هي وزنة 75 كيلو بدون أي ترهل بدون أي مشاكل نفسية بدون أي اضطراب بموضوع المزاج بموضوع الحالة اللي هي عانت منها بتقلي يا نيح اللي سمعت نصيحتك اللي أنا مشيت بنظام وعطيت حالي فرصة ممكن لو ما نزلت الوزن اللي أنا بديه رحت عموضوع التكلفة بخمسة شهور تقريبا سمع وثلاثين كيلو وأول شهرين كان عندها ظرف ما قدرت أنه هي تلعب رياضة فبعض الشهرين كسفنا موضوع رياضة وتخفيف أكل بس المشكلة الدافع النفسي أنه هي اشتغلت هون موضوع التكميم بيشتغلوا على موضوع شيء اسمه أسمع ده بس هون مشتغلوا أنه هنه غيروا لك من عاداتك غيروا لك من سلوكياتك غيروا لك من طريقة حياتك فأنا بالنسبة لألي حكيت لك كلمتين أقنعت فيهم أنه هي تغيرت من نمط حياتها ليكون نمط حياتها صح وبعدها ما لقيت نتيجة تلجأ لشيء اسمه تكميم هي خيبت الأمل بتكون بعد هذا النزول ترجع تكسب الوزن مرة تاني إذا ما حافظت على النظام اللي أنت بلشت معنا هلأ هو بعد ما إحنا نزلنا الوزن بدنا نلحق شيء اسمه تثبيت الوزن وهي بيكون عملية في شيء اسمه تثبيت دكتور يعني اليوم حتى الأطباء اختلفوا بهذه النقطة هلأ هو ما في شيء اسمه أنه أنت تمسك الوزن اللي هو 75 وتسبتية عليه أكيد لا بس هو إحنا منحافظ على عاداتنا اللي مشينا فيها وقت النظام الغذائي ممكن أنه أنت تمشي يومين تفكي دايت بس أهم شيء أنه يكون نظام حياتك صحي ما ترجعي لنظام حياتك والأكلات السريعة اللي كانت قبل الدايت خلينا نختم مع حضرتك بنصائح أخيرا اليوم ممكن نحكيها بموضوع تكميم المعدة لكل الأشخاص ممكن للأشخاص ممكن أنه تناسبون عملية التكميم لهيك دائما نصيحتي لأي شخص حابب يغير من حياته وعانى من شيء اسمه تنمر بسبب البدانة وبسبب الموضوع اللي مسبب له إزعاج داخل لأنه هو يعطي حاله فرصة يغير من طريقة تفكيره قبل ما يقدم على شيء اسمه عمل جراحي بس نغير من طريقة تفكيرنا بيصير كل شيء سهل أكيد معلومات كثير حلوة ومثل ما قلت أنت دائما الإرادة وأنه نشتغل من العائل أنه بتصميم نحط الهدف قدامنا أكيد حنصل ولكن في حالات استثنائية اليوم عم تضطر لك تروح لموضوع التكميم الصحة والسلامة دكتورة وشكرا كثير لوجودك وحضورك لليوم شكرا كثير لك دكتورة وأكيد الصحة والسلامة لكل الناس شكرا كثير لكم